موسيقى وتعزي في الجروح وتميز كل ضامة سرب لرجلي من المروح بدي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لردوك ربي كلمتك عجيبة سفق وتفني الجبال والحرفين منها يسقط سطح تام المحام وبالتحديد في أصحى أربعة كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند التجربة من إبليس في البرية وانتصار المسيح ابن الإنسان الخالي من العيوب انتصر على هذه التجارب في البرية لكننا اليوم سوف نبدأ دراسة الأعداد من 12 إلى نهاية أصحى أربعة أشجعك تجاهز كتابك المقدس واتبعنا أثناء الدراسة خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض أهلا بك أخ يوسف كمان بالرحب بالضيوف اللي معانا أهلا وسهلا بك أخ يوسف بعدما انتقلنا من التجربة من إبليس وانتصار المسيح إيه موضوع الأعداد التي تبدأ بعدد 12 تلت أفكار رئيسية بدءا من عدد 12 أولا دخول المسيح إلى الخدمة إتماما أيضا للنبوات ثم دعوة أربعة من تلاميذه وهو ماشي عند بحر طبري أو بحر الجليل وأخيرا نظرة سريعة على خدمة المسيح وطابحها وزياع شهراته في كل الربوات قبل ما ندخل في هذه الأعداد بالتفصيل كنت عايز تعليق على آخر عدد 11 اللي احنا ختمنا به الجزء اللي فات ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه حضرتك تفضلت وعملت لنا مقارنة ومبينة ما بين المسيح وإسرائيل إسرائيل فشل في البرية المسيح انتصر في البرية وإيضا مقابلة ومبينة ما بين المسيح وآدم فآدم فشل في بستان في جنة لكن المسيح انتصر في البرية في هذه العبارة دور الملائكة مع آدم بعد الطرد من الجنة إيه؟ الرجل والمرأة من شجرة الحياة ما عاد لهم الحق في أن ينالوا نصيبا من شجرة الحياة اللي في وسط فردو صلى الله لأنهم أخطأوا بينما هنا المسيح الذي انتصر على عكس آدم الظروف كانت صعبة جدا بالمقابلة مع ظروف آدم في برية غناء له كل متطلباته وكل ما يلزمه ومع ذلك سقط فالملائكة طردت آدم والملائكة هنا خدمت حاجة ابن الإنسان الزمنية زي ما يقول لنا البشير هنا إذن هنا بداية الخدمة من عدد 12 نعم اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال ولما سمع يسوع أن يحن أسلم انصرف إلى الجليل وطرك الناصرة وآتى فسكن في كفر نحوم التي عند البحر في تخوم زابلون ونفتاليم لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل أرض زابلون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما والجالسون في كرة الموت وظلائه أشرق عليهم نور من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات انصرف يسوع إلى الجليل القارئ العادي عندما يقرأ عدد 12 يظن أنه بعدما أسلم يحن خاف المسيح على نفسه فانصرف إلى الجليل لماذا انصرف إلى الجليل؟ في الحقيقة قارئ العادي اللي انت بتقول عليه ده ما عندهش خبر خالص وقال عنده فكرة عن لا الأنجيل ولا العهد الجديد ولا الكتاب فالمسيح أتى لماذا؟ أتى لكي يسلم ووضحة وكان فاهم الكلام ده من أول كلماته في إنجيل يحنى 3-14 ينبغي أن يرفع ابن الإنسان فهو جاي علشان يسلم لماذا عندما أسلم يحنى انصرف يسوع إلى الجليل؟ أولا قبل ما يبتدي المسيح خدمته كان يحنى سلم الراية واحد علق على ذلك تعليق جميل قال نحن لسنا في حاجة إلى نور المصباح عندما تشرق الشمس طالما النهار طلعه أنا مش محتاج لأنوار لأن النور المبهر ظهر وعشان كده لا حاجة إلى المعمدان بعدما هيأ الأمة لاستقبال المسيح وبعدما الأطقياء تبعوا الرب يسوع المسيح ما عادت هناك لزوم لخدمة المعمدان فقط حضر المسيح بنفسه والخدمة اللي قالها اقترب ملكوت السموات تحققت في المسيح الحاجة التانية أن المسيح يبدأ بداية يعني مش بتوحي بالأمل بالنسبة لهذه الأمة الشريرة احنا شفنا في الصاحة 2 أن آخر الدنيا جايين يسجدوا للمسيح مجوس المشرق وبينما رؤساء الكهنة والأمة في قادتها ما حاولوش يروحوا يشوفوا إيه حكاية المولود ملك اليود ولا كأن الموضوع اتقال قدامهم لغاية لما سمعوا بالمذبحة والمجزرة اللي عملها هيرودس وقتل صبيان بيت لحم ومجاوراتها هنا نفس الفكرة السفير بتاع الملك دخل السجن ماذا تعني هذا أن خدمة المسيح مقبولة ولا توحي بأن هناك ظلال قاتمة بكل أسف الظلال قاتمة من جانب أمته التي أحبها وآتى يفتقدها هنا بتشوف الظلال قاتمة أن أسلأ أسلم يحن للسجن والمسيح بدأ خدمته أخي يوسف إذن هو انطلق في خدمته من الجليل ذهب إلى الجليل لكن عشار هنا إلى نبوة وردت في إشعياء تسعة في عددنا خمستاشر في إنجل ماتة أربعة ما ورد في إشعياء تسعة وقال لكي يتم مقيلة بالنبي القائل وعايز أخذ الربط ما بين إشعياء تسعة وما ورد في ماتة أربعة يعني هنا بيشكل لنا خمس مناطق بيقول لنا أرض زابلون أرض نفتاليم ودول الاتنين موجودين في غرب الأردن وبعدين طريق البحر اللي هو الشريط الساحلي على شاطئ البحر الأبيض عبر الأردن يعني شرق الأردن وبعدين جليل الأمم المنطقة الشمالية من أرض إسرائيل يبقى هنا جاب لنا كل المنطقة الشمالية اللي بصفة عامة تسمى الجليل يبدأ المسيح منها خدمته وفي شعية تسعة بيقول كما أهانى الزمان الأول هذه المناطق لدرجة أن في يحنى سابعة يقول فاتش وانظر إنه لم يقم نبي من الجليل طب النهاردة جاء مش النبي لكن من هو أعظم بما لا يقاص الرب إله الأنبياء القدسين حيبتدي خدمته من الجليل ومعظم الرسل كما سنرى بعد قليل كلهم من الجليل معظمهم من الجليل إذن الزمان الأخير أكرم هذه المنطقة التي أهانها الزمان الأول عندما اقتبس متى هذه الأقوال الوردة في إشعية تسعة أي قال في عدد ستاشر الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما نعم إذا رحنا للشاهد ده اللي اقتبس منه في إشعية تسعة أنا اكتشف أن هناك القول يقول في عدد اتنين الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما تغيير الكلام هنا هل هو بس بمزاج متى ولا للروح القدس قصد في هذا التغيير يعني يقال في هذا التغيير فكرتين الفكرة الأولى في إشعية الشعب السالك في الظلمة لكن يبدو أن عجبتهم الظلمة جلس فجلس يعني أنت لما تكون ماشي في حتة وبعدين تعجبك الحتة تركن بالعربية وتقعد فيها ما أنت مبسوط منها هنا الشعب بكل أسف بسط بالظلمة فجلس في الظلمة البعض يعطي تفسيرا آخر أن كانت الظلمة مش حالكة قوي بحيث أن كان يمكن أن تسير في الظلمة لكن عندما اشتدت حلوكة الظلمة ما عاد بوسعك أن تسير وده بفكرنا بالثلاثة أيام في أرض مصر في الضربة التسعة لما يقول لم يقدر إنسان أن يتحرك من مكانه كانت الظلمة حالكة كاد الظلام يلمس فالناس بعد ما كانت بتمشي وتسلك في الظلمة جلست في الظلمة تأييدا لكلام حضرتك في الجزء الأول ما ورد في مزمور واحد طوبة للرجل الذي لم يسلك أيها في طريق الأشرار وفي طريق الخطاط لم يقف لم يقف في مجلس المستهزئين لم يجلس فالسلوك في طريق الشر يؤدي إلى الجلوس في وسط الشر والشعب اللي كان في إشاعياء سالك في الشر جلس في الظلمة جالس الآن في الظلمة عندما جاء المسيح نعم هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيور موسيقى في عدد سبعتاشر من صحة أربعة ومن ذلك الزمان ابتدأ ياسوع يكرز ويقول طوبة لأنه قد اغترب ملاكوت السماوات ودي نفس الجملة اللي تقالت علي حنى المعبدان هل هي نفس الكرازة؟ تمام يلفت النظر أولاً العبارة عبارة من ذلك الزمان ابتدأ ياسوع يكرز دي بتخدني لصحة 16 الآية 21 من ذلك الوقت ابتدأ ياسوع يظفر لتلاميذه إنه سوف يصلب يبقى هنا من ذلك الزمان ابتدأ يقول الملكوت قرب لكن يبدو في قصح 16 الملكوت كان بعد قوي فبيقول لهم إن الملك سوف يصلب هل هي نفس الكرازة بتاعت يحنى المعمدان؟ الإجابة نعم فيحنى جاي يقول لهم الملك موجود الأرض موجودة الشعب موجود ما فضلكمش غير حاجة واحدة فقط إنكم تتوبوا ده اللي قالوا ليحنى المعمدان وبعدين بكل أسف الشعب ما تابش والملك سجن يحنى المعمدان طب وبعدين جاء المسيح لكي يقول الكرازة بعينها الملكوت قرب ولو بس البعض بيقول إن كلمة اقترب هنا وفي الأصح اللي فات كرازة يحنى المعمدان فيها اختلاف قرب يعني ما وصلش لكن قرب بالنسبة لكلام المسيح قرب يعني قد حضر في وساطكم في وساطكم يعني كل اللي عليكم إنكم تأمنهم تستمتعوا بملك المسيح اللي بيسميك كتاب أزمنة رد كل شيء وأوقات الفرج لكن بكل أسف إحنا عارفين من تسلسل أحداث الإنجيل أنهم رفضوا الرسالة ورفضوا الملك ذاته وصلبوه وحتى مش عجبهم ما تكتبش ملك إسرائيل اكتب إن هذا قال أنا ملك اليهود ناس أشرار قبل ما أترك الجزء الخاص بخدمة المسيح في الجليل وأروح لدعوة التلاميذ عايز أعلق على المدينة التي أتى وسكن فيها المسيح عدد 13 وطرك النصرة وآتى فسكن في كفر نحوم نعم التي عند البحر معنى كفر نحوم يعني مدينة التعزيم أي هل هذه الكلمة تحمل لنا أي شيء عن طابع خدمة المسيح يعني قبل ما أجاوب عن كفر نحوم أقول النصرة لماذا تركها هنا لا يذكر لكن لو أريت لقى أربعة يعني شيء محزن للغاية المسيح السكن في النصرة وقبل أن يكون الناصري رضينا بالنصرة كأن المسيح يقول كده والنصرة مرضتش بينا حاولوا قتله فحاولوا قتله بطريقة بربرية رغم أنهم ده يوم سبت ورغم أنهم تعجبوا من كلام النعمة اللي طالع من شفته ومع كده أخدوه خارج المدينة الجبل المبنية على مدينتهم وبس واحد حيزقه وتكتب القضية ضد ما كون لم يستدل على القاتل وخلاص الموضوع انتهي شوف الإنسان في شره يعمل إيه ترك النصرة وسكن في كفر نحوم وصارت كفر نحوم بدءا من هذا الوقت مدينة المسيح يعني لما نقرأ في الصح 9 من متى جاء إلى وطنه إلى مدينته اللي هو كفر نحوم هذه المدينة رغم أنها فعلاً معناها قرية التعزية وتخيل أن المعزي اللي بعزي كل النائحين هكذا قال في مجمع النصرة وعزي كل النائحين جاء إلى كفر نحوم لكن بكل أسف هذه المدينة كفر نحوم هنشوف بعد كده كلام عنها في خلال الإنجيل هل استفادت؟ هل آمنت؟ هل قبلت؟ الملك هيقول لها في الصح 11 ويلون لك يا كفر نحوم لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيك لتابت قديمة يعني بس في الأنجيل الأربعة في سبع معجزات تمت في كفر نحوم لكن بكل أسف استفادوا قده كم في المية استفادوا؟ لا شيء على الإطلاق زيره تمام أنتقل إلى الجزء الثاني من عدد 18 لعدد 22 عن دعوة التلميذ الأولين اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين فقال لهما هلما ورائي فأجعلكما صياضي الناس فللوقت ترك الشباك وتبعاه ثم اكتاز من هناك فأرأى أخوين آخرين يعقوب بن زبدي ويوحن أخاه في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما فدعاهما فللوقت ترك السفينة وأباهما وتبعاه عايز حضرتك تكلمنا عن هذه اللقاءات مع التلاميذ الأولين مع بطرس وأندراوس ومع يعقوب ويوحن طبعاً دول من أوائل التلاميذ اللي تبعه الرب ومشي وراه لم يكن هذا هو اللقاء الأول فنقرأ عن اللقاء الأول في يوحنى واحد نقرأ أندراوس ويوحنى على الأرجح هم تلميذ المعمدان اللي سمعوا المعمدان بيقول هو ذا حمل الله فترك المعلم وتبع يسوع وبعدين أندراوس جاب أخو سمعان ويوحنى جاب أخو يعقوب هنا بقى بنشوف الأربعة دول أول أربعة يدعوهم الرب هلما ورائي فأجعلكما صيضاي الناس سوري قبل ما نكمل يا أخي يوسف الحتة دي يعني واضح أن حضرتك أشرت في قصة الترك الناصرة إلى لقى أربعة نعم وهنا في قصة التلاميذ الأولين إلى يوحنى واحد صحيح لأن في أجزاء الروح القدس يعني لا يسردها في إنجيل متى لكن تصرت في بقى الأناجيل صحيح لأن الأربعة أناجيل بيتكملوا بعض أكيد فليس هناك إنجيل بديل عن التلاتة لكن الأربعة أناجيل بتكمل نفس القصة فهنحتاج إلى الرجوع للأربعة أناجيل مرة واحدة إذا كنا نريد أن نرتبها تاريخيا هنحتاج نملة الفراغات لكن هو الإنجيل كده جميل جدا لأنه بيرسم خط معين وفكرة معين تمام سوري المقاطعة أنا بس حبينا نوضح من أربعة أناجيل بتكمل بعض أكيد فضل إحنا تكلمنا عن التلاميذ الأولين وقلت ده مش أول مرة يقابلهم المسيح لكن الرب كان قابلهم في يوحنى واحد هو بالنسبة للي دعاهم المسيح من الاثنى عشر نقرأ عن قصة سبعة ولا نعرف إزاي دعا الخمسة الآخرين مين هما السبعة هنا في أربعة شفناهم نضيف عليهم في لوبوس في يوحنى واحد وناثنائيل في يوحنى واحد ولما نوصل لمتة تسعة هنقرأ عن دعوة متة الذي كان عشار وكان اسمه لاوي اللي هو كاتب هذا الإنجيل دول اللي نعرف عنهم كيف دعاهم وأين دعاهم لكن البقين طبعا دعاهم الرب كما نقرأ في باقي الأنجيل قال لنا عن اتنين منهم كانا يلقيان الشباك نعم وقال إن هما يكونوا صيادين للناس أي وقال لنا عن اتنين تانين يوحنى ويعقوب كانا يصلحان الشباك أي هل بس مجرد سرد كلمات ولا ليها معنى في خدمة هؤلاء فيما بعد في الحقيقة فعلا ليها معنى في خدمة هؤلاء وواتشمان ني كاتب مسيحي مشهور من الصين قال ألف كتاب جميل عن هذا الفكر فقال لك إن سمعان كان يلقي الشباكة يوحنى يصلح الشباكة بوليس يصنع خيام وقال إن هذه الوظائف اللي كان بيعملوها لما المسيح اتقابل معاهم لما المسيح دعاهم بتكلمنا عن خدمة روحية هم حيقوموا بيها في المستقبل طابع خدمتهم طابع خدمتهم فبطرس بيلقي الشباك لأنه فعلا كان أكبر صياد بالشباكة ففي عظى واحدة يوم الخمسين خلص تلات تلاف نفس يوحنى تخص في إصلاح الشباك فهو عاش آخر الرسل وكان الغنوسيين بتأثيرهم السلبي دخلوا إلى المسيحية فهو أصلح الشباك كان يكلمنا عن لاهوت المسيح في إنجيله وعن حقيقة ناسوت المسيح في الرسالة أما بوليس فهو رجل اللي يعمل لنا الخيمة أو المسكن هو اللي كلمنا عن الكنيسة عن السر العظيم الكنيسة أشكرك يا أخي يوسف هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيور في عدد 23 من الأصحاح الرابع وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب نشوف هنا ثلاث أفعال يعلم ويكرز ويشفي عايزين توضيح له رضا يا أخي يوسف يلفظ النظر كان يسوع يطوف كل الجليل وده بيفكرنا بالكلام اللي قاله سمعان بطرس في أعمال عشرة لما بيقول يسوع الذي من النصرة وكان يطوف جاء لا يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس فكان يطوف جليل اللي احنا فهمنا إن المسيح بدأ خدمته منها والزمان الأخير أكرم هذه المناطق البائسة اليائسة المظلمة لكن كمان يقول لنا كان يقول في كل مدينة وفي كل قرية ده بيفكرنا باللي جف في لؤة تمانية لما بيقولوا على أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية مش واضحة الترجمة دي لكن في ترجمة أخرى كان يسير في مدينة فمدينة وفي قرية فقرية كان واخدها بالتتابع بالتتابع أو في ترجمة ثالثة كان يطوف في كل مدينة وكل قرية يعني ما اعتقدش إن في قرية واحدة في الجليل لم تحظى بزيارة المسيح على الأقل مرة واحدة في أثناء حياتي على الأرض عشان كده الزمان الأخير أكرم هذه المناطق ماذا كان يفعل المسيح في هذه المناطق كان بيعمل ثلاث أفعال زي ما اسمعنا في السؤال أول حاجة يعلم لأن الإنسان محتاج إلى كلمة الله فكان يفتح الكتاب ويعلم بما جاء في المكتوب ثم يكرز ببشارة الملكوت الكلام اللي جاي في العاد الأديم حينطبق عليكم إذا قبلتم إذا تبتم فكان يكرز بقرب الملكوت إنهم تابوا لكن كمان كان بيشوف حالة البؤس واليأس في النفوس اللي كان بيخدمهم فكان يشفي يقول إيه؟ كل مرض وكل ضعف في الشعب يعني في أطباء تخصصوا في فرع معين من الأمراض وأطباء آخرين المسيح كان متخصص في إيه؟ كل مرض وكل ضعف الفرق بين المرض والضعف المرض هو العلة ذاتها الضعف هو أعراض العلة يعني فيه مرض وفيه أعراض لهذا المرض المسيح كان بيعالج المرض ولا العرض كان بيعالج المرض والعرض تمام ذات الأبارة يخي يوسف ذكرت أيضاً في تسعة خمسة وتلاتين نصبوط وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم فيما جامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي أي وأنا بحترم الترتيب اللي حط روح القدس هنا وغرض مجيء المسيح تعليم وكرازة وشفاء يعني حاجة الروح والنفس أولاً ثم حاجة الجسد صحيح الحقيقة نعايز أخذ تعليق على ما يشغل أزهان الناس الآن الناس بتدور دلوقتي على شفاء الروح والنفس ولا فقط على شفاء الجسد يعني الذين يذهبون إلى الفرص الروحية واجتماعات بما تسمى اجتماعات الشفاء وذهب إلى أماكن بعيدة علشان يحصل على شفاء الجسد أو على حل مشكلة أو على مش عارف إيه كل هذا ينحصر إلى الجسد من الخارج وماذا عن النفس والروح اتفضل هذا لا تندهش له يا أخ عياد ففي يحنى 6 لما المسيح قولوا آلاف زاحفين ماذا قال لهم المسيح أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات مش لأنكم آمنتم بشخصي بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم يعني هما راحين وراء مخلص العالم ديان الأحياء والأموات طب اطلبوا منه حاجة تخص أبديتكم لا 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 ناكل النهاردة يحييني النهاردة وموتني بكرة وإذا كان نابليون قال إن الشعوب تسير على بطونها فحتى الناس أيام المسيح كانوا ماشيين على بطونهم وما كان يهمهم هو اهم للجسد إيش في الجسد والروح يا عم حد شايف حد عارف نوع من الغباء الروحي إله هذا الضهر أعمى أذهان غير المؤمنين يعني كويس إن إحنا نرجو من الرب شفاء للأجساد لكن وماذا عن الأرواح الضبط فممكن ربنا يعمل معجزة مع شخص ويخف من المرض لكن ماذا لو لم يخلص هيروح جهنم فالرب هنا عايز يحط الترتيب الأولويات مظبوط الروح والنفس أولا قبل الجسد والرب كان يقدر أن يشفي الأمراض الجسدية من غير تجسد ابن الله لكنهم مش جاي علشان يشفي دي أمر سهل ده وهو في السماء يدي الأمر لكن جاي لكي يصنع خلاصا أبديا الأمراض اللي حضرتك أشرت إليها أمراض كثيرة جدا السقماء والمصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصرعين والمفلوجين واضح أنه عندما جاء المسيح كانت البشرية تعانيه صحيح والمسيح هو الرجاء الوحيد صحيح لو عايزين يسيب كلمة أخيرة في آخر الحلقة للناس الموجوعين بأي نوع من الوجع أين يوجد رجاء في الحال مش بس أيام المسيح طبعا أيام المسيح كانت البشرية تعاني هل اليوم يا أخي عياد البشرية لا تعاني تعاني هل الحال أفضل بكثير أو بقليل في الحال أنا لا أرى ذلك مازال البؤس يعم على كل البشر والحاجة ماسة وملحة والحقيقة أن المسيح عنده إجابة لكل حاجات البشر يعني لو جيت للمسيح خلاص أنا اتحلت المشاكل مش بالضرورة أني مش هيبقى فيه أمراض أو هيبقى غني مش ده الإنجل اللي احنا بنكرس به بس حتى في وسط الظروف الصعبة ستنعم بالسلام لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طالباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع ده اللي بتمنى للمشاهد العزيزي شكراك يا خي يوسف وصلنا لختام الحلقة نراجع الحلقة مع عبد يوف قدل عرفنا في نهاية أصحاح أربعة أنه كان يسوع يطوف كل الجليل ودي البلد اللي ابتدى منها خدمته طوف كل مدينة وكل قرية فيها جال يصنع خير ويشف جميع المتسلط عليهم إبليس ونعرف أنه ابتدى يعلم ويقرس ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض الرب هنا ما جاش بس عشان يشفي من الأمراض لكن جاء ليخلص النفوس من الهلاك العالم الحاجة المحزنة أن إله كل تعزية وصل وإلى مدينة كفر النحوم ليت تعزية لكن بنشوف أن فعلا إلي للاستفادوا كسرين لم يستفيدوا من هذا الشخص شكرا ربي بارككم شكرا يا أخي يوسف ربي بارك عزيز المشاهد يقول الكتاب عن المسيح في أصحة أربعة من إنجيل متة أنه أتى وسكن في كفر نحوم ويختم أصحة أربعة أنه شفى كل مرض وكل سقمة وكل ضعف في الشعب جاء إليه السقماء والضعفاء والمرضى وجدوا فيه ملاذا ووجدوا فيه طبيبا شافيا جاء المسيح وسكن في كفر نحوم اللي معنا اسمها قرية التعزية كأنه يقول إرساليتي وخدمتي أتيت لأعزي كل النائحين وفعلا عندما جاء إليه كل النائحين كل من وجد فيه ملاذا وملجأا شعر بالتعزية وأنا عايز أقول لك عزيز المشاهد ربما تكون تعاني من أي نوع من هذه الأمراض التي ذكرناها أو أمراض نفسية أو إحباطات أو مرض روحي هناك عزاء وهناك شفاء فقط في شخص المسيح فالمسيح نعم يستطيع أن يشفي أمراض الجسد لكن أولوية الشفاء عند المسيح هي شفاء النفس المحطمة والمشوهة وشفاء الروح الميتة إحياء الروح الميتة والتقي بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك ربي كلمتك عجيبة ستا لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقاء قدام المحال حيا زيك يا إلهي أغلى عندي من الدهاء قد يشهد عن كتابي إنه كتاب الكتب إدي كلمتك تروح وتعزي في الجروح وتميز كل ضامة أسرب لرجل من المروح إدي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لرضاك ربي كلمتك عجيبة ستا لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقاء قدام المحال ترجمة نانسي قنقر